أهلا بكم أنا الدكتور حاتم العيشي أستاذ الأمراض الروماتيزمية بكلية الطب بجامعة القاهرة بجمهورة مصر العربية ودي قناتي قناة دكتور حاتم العيشي على اليوتيوب بنقدم فيديوهات عن الأمراض الروماتيزمية المختلفة عن طرق تشخيصها وترق علاجها إحنا لسه مكاملين مع بعض فيديوهات عن الت desapذية والأمراض الروماتيزمية المناعية بالذات الروماتويدي المفصلي وبنكمل مع بعض زي ما اتفقنا لقاءتنا مع الدكتور شريف طهة أخصائي التخزية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتخزية اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الممنوعات لمرضى الأمراض الروماتيزمية المناعية والنهاردة هنتكلم حلقة مخصوصة عن الجلوتين الجلوتين إيه هو إيه أضراره منعه بيفرق إزاي مع مرضى الأمراض الاتهابية أهلا دكتور شريف أهلا بحضرتك الحمد لله دكتور شريف الجلوتين اتفقنا أن احنا هنخصص له حلقة لوحده لأنه واضح أنه هو حجمه عمال يتضخم احنا في شغلنا احنا في الأمراض الروماتيزمية الجلوتين الكلام عليه أنه هو منعه مش بطال يمكن يكون لطيف يعني حاجات كده خفيفة بسيطة كده بس أنتوا عندكم يعني أنتوا غالبا هتدخلوا السجن قريب فأنتوا غالبا هتبلغوا عنه قريب فإحنا عايزين كل الكلام هيبقى من منظور دكاتر التخزية لأن أنا اتكلمت عنه بالمنظور بتاعي فيه السلسلة اللي أنا عملتها للمرضى فنعرف الأول إيه هو الجلوتين الحقيقة الجلوتين ده بروتين موجود في الجرينز عموما الحبوب زي الأمح والشعير والحنطة والبقويت اللي هو الدخن الجلوتين بروتين داخل التكوين للحبوب دي وجد أن أن له تأثير التهابي على الجسم تأثير الالتهابي ده بيعمل مشاكل كتيرة عند ناس معينة وحتى ناس الأصحاء بتبقى الأعراض بسيطة ومش حاسس بيها لكن بيبقى هو ده تأثير الجلوتين فحالتنا اللي احنا بصدد الكلام عنها احنا في حالة التهابية قوية جدا فإني أدخل مكونات غذائية تحتوي على بروتين معين يرفع من معدل الالتهاب ده هيعمل مشكلة كبيرة للحالات فوجد أن الحالات اللي وقفنا لها كل العناصر الغذائية اللي يدخل في تكوينها الجلوتين كجلوتين فري دايت لقينا تأثير إيجابي تأثير إيجابي على النوبات الألم تأثير إيجابي على الحالة الالتهابية تأثير إيجابي حتى في تحليل خاص كلنا عارفينه السيري أكتف بروتين مثلا بينزل اللي هو بيعبرنا على الالتهاب في الجسم بتنزل الحالة الالتهابية لما بنوقف عنصر الجلوتين في الحمية اللي بيتناولها مرض روماتويد يعني هو اي حاجة التهابية روماتويد او غيره اي مرض مزمن التهابي تابعنا او تابع التقصد تانية الجلوتين ده هيبقى نوع من الاستفزاز للجهاز المناح طيب هو صححني في المعلومة دي الحمية الخليمة الجلوتين دي تكلفتها اعلى اعلى شويتين حسب قراءتي انا حسب اختياراتي وحسب امكانياتي ده انا ممكن اوفر من الحمية الخلية من الجلوتين يعني مع اصل الجلوتين موجود في القمح مثلا اللي هو كل المخبوزات النهاردة المخبوزات برضو مش قليلة يعني فانا لو وفرت الفرن يعني فينو شامي كروسان واتقافر بقى انا بحب ايه او بختار ايه لا انا ممكن اوفر وانا مش لازم اختار الاختيارات الغالية اللي موجودة في اماكن محددة مرتفعة السعر عشان اتناول حمية خلية من الجلوتين انا لو بس عملت استبعاد للمنتجات زي ما قلنا القمح وخلافه اللي فيها الجلوتين طيب ما انا هكمل اكلي عادي على فكرة يعني لو المريض عايز يمنع الجلوتين ومش عايز يتكلف كتير انت هتقدر تقوله ايه اسام الحاجات اللي هو ركز في دولة مثلا خصوص ان هو هو مثلا معتمد على العيش العيش ده حاجة اساسية وفيه اكلات ما انا حدك عارف اللي هي في النمط بتاع الغذاء بتاع ناس كتير ايه الحاجات اللي هو هيقول ازاي ما كلش ده المشهورة دي يستبدلها بايه ايه الحاجات اللي هو هيقول ازاي ما كلش ده المشهورة دي يستبدلها بايه هو طبعا احنا مش هنستخدم الدقيق الابيض الدقيق الامح اللي هو اشهر عنصر غاني بالجلوتين بنستخدمه كتير ايه بقى البديل ايوه فيه دقيق الدورة فيه بقوا ميعملوا دقيق حاليا اللوز مثلا تماما فيه دقيق ال ودقيق الوز ده هايبقى ساورو محبورة يعني فيه منه فيهم طيب مجبلاش اللوز دقيق الكوكونات دقيق دقيق جوز الهند دقيق هايبق دقيق الدورة دقيق اللوز اه بعض الناس اللي مانندهش مشاكل مع الفول السوداني دقيق الفول السوداني تماما اه وده اللي يطبخ بيه بقى اه مش يطبخ هو بيتعجن بيه يعني يعنع نعمل مخبوزات اه يتعمل به العيش يعني العيش اه 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 ومكس من دول يعني بقى فيه اختيارات كتير حتى عند نفس الفرن اللي بيبيه الحاجات اللي فيها جلوتين فيه كده جنب وبيبيه حاجات ومش اغلق قوي يعني ونتعلم ان احنا نقلل بقى قصة العيش الكتير اه تمام تمام طيب احنا عندنا في الدراسات بتاعتنا لما المنشورة لما مرضى روماتويد او مرضى امراض روماتيزمية تانية منعوا الجلوتين النتائج بتاعت الابحاث ديت ما كانتش ما هي لو كانت لها دلالة احصائية وبتدفع العجلة في الاتجاه ده كان يبقى عندنا توصيات قوية يلا امنع الجلوتين لكن انتو عندكو عاملين على امراض التهبية سواء امراضنا او غيرها ابحاث والنتائج لها دلالة احصائية قوية تقول يلا اوصي الناس وامشي في الاتجاه ده بهذه القوة الحقيقة من منظور نيوتريشن احنا وجدنا ان كل البشر لما قطعوا الجلوتين او المنتجات اللي فيها الجلوتين الحالة الالتهابية للحالة دي او للانساء حتى لو هو صحيح حتى لو هو نورمال ما عندوش اي مشاكل بحاجة بسيطة جدا تحليل تحليل سيري اكتف بروتين اللي بيعبر عن الحالة الالتهابية داخل الجسم بس ده هيبقى طبيعي في الناس الاصحاء او يعني مش طبيعي هيبقى مش مرتفع في الناس الاصحاء في ناس اصحاء سيري اكتف عندهم عالي شوية سي ار بي ده اللي هو اللي مرضى الروماتول طبعا عارفينه اللي هو بيعكس الالتهاب في الجسم بصفة عامة اه احنا ممكن نقول بقى ده احنا لو مش اصحاء احنا لو بنلعب رياضة كتير سيري اكتف بروتين يبقى عالي لان رياضة برضو انفلاماتوية تبقى حاجة يتابيع بالما العضلات تخف من الجهاد الواحدة عملوا او الناس الطبيعية ممكن يبقى عندهم سيري اكتف بروتين عالي بسبب انه بيفرد شيء بسيط عن الشخص العادي يعني انه يأكل جلوتين اكتر بيحب المعجنات بيحب المخبوزات لما وقفها سيري اكتف بروتين نزل مثلا وإحساسه بصحيته مثلا هالناس بتقول يعني في ابحاثة كده بتذكر انها بقت احسن او حاجة زي كده انا عندي عينين مش قليلين يقولي لانه لما وقفت الجلوتين يعني الجملة متكررة طب بسمح من بعض الناس بس هيه لما بتتكرر يمكن هو لو انت بدأت تجمع الاحصائية هو كم واحد ممكن ممكنوش كتير بس هي حاجة في بالي يعني لما امنع الجلوتين وعشان كده بروح دايما اقعد اقرأ اشوف طب هي تستاهل انا اقولي الناس التانين ولا لا عشان كده قلت الموضوع ده نفتحه نعمل له موضوع لوحده هي حقيقة ويمكنو حك تفضلات قوتي همه مش كتير عشان كل الناس حست بس مش كلهم قالوا دي حاجة تمام تمام كده وكل الناس حست بس مش كلهم يعني قدروا يعبروا ان بقى حالته احسن الموت بتاعه احسن المزاج بتاع حالة مزاجية مفيش انتفاخات مفيش مشاكل في الهضم لان الجلوتين اساس مشكلته عند الناس اللي عندها حساسية من الجلوتين هي داخل الجهاز الهضم تمام طيب فاكر بقى لما كناتكلمنا مرة على التضارب في التوصيات بتاعت الجلوتين يعني بتاعها عنده تحفز علشان يزكي ان انت تمنع الجلوتين وانتخصات تانية برده كده وانت عندكم زاوية تانية ليها رأي قوي ووضح جدا زي ما انا شايف فاكر لما اكتسألتك على التضارب وقلتلي دوت هيبقى تجاريا بأسل اه عام مشاكل هو فكرة ان احنا نطلع يعني نقول كده بشكل واضح ان هنوقف الجلوتين فده طبعا هيعمل شوية مشاكل يعني تجاريا عند منتجات هو للأسف الشديد كل حاجة في جيس غالبا فيها جلوتين يعني ده هيبقى يعني المقصود هيبقى ضغط من الشركات المنتجة للمنتجات اللي فيها الجلوتين ان هما مش حابين الدنيا تمشي في هذا الاتجاه بالزبط بالزبط فعشان كده احنا نستفيد بالليفيد صحتنا يعني مش ما هو ابسط افدنس بيز او ابسط يعني احقاق للمعلومة انه لما عملت تحليل يبين التهابات الجسم لقيتها انخفضت لما وقفت الجلوتين فالتوصية من جمعية ما او من مكان ما ده بيبقى لي تداعيات من يعني من شركات ناس الشركات الداعمة يعني بلزبط لازم في دعم مين هيدعم انه يوقف الجلوتين مين هيدفع عشان يوقف الجلوتين استعمل هي وجهة نظر طبعا هو انا حس ان الواحدة هيطلع من الحلقة دي يتمانع الجلوتين بعد كده في الاكل او الله احسن اي حد بيتفرج يقول لمراته تمنع الجلوتين في الاكل في الويت بعد كده احسن ولا البي او هو يمنع الجلوتين لوحده ويخلي مراته هي اللي تاكل الجلوتين احنا شكرا دكتور شريف احنا ده يعني اعتقد هو المختصر المفيد في ما يخص الجلوتين وعلاقته بالامراض الالتهابية بصفة عامة والامراض المناعية بتاعتنا بالزيت احنا كده فضلنا مواضيع لسه الكيتو ايوة انا ده برضو عليه اسئلة كتير وانواع البهارات اللي ليها علاقة لمضاد الالتهاب صح والدمج بتاع الحميات الغذائية المختلفة ازاي ممكن نعيني يعمله توليفة معينة صح اي نعم بيشرف عليها طبيب التغذية في التفاصيل بتاعتها بس برضو يبقى الواحد عارف ايه الخطوط العريدة بتاعت الحميات اللي ممكن يمشي بيها اشكركم ونشوفكم في فيديو جهة ان شاء الله شكرا اشتركوا في القناة